اشتركوا في القناة 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 او الحالة البرتري المقروقة او الحالة التعبيرية المقروقة في احيان لا بنرجع للحالة الغير مقروقة او اللي بسموه بعدين الابستركت ارت او الرمزية بالفن التشكيلي فشو الوسائل اللي بنستخدمها نحنا لعل تكون من معظم الجمهور غير مقروقة مش متل القصيدة او المسرح او ال كل واحد بيشوفها شي بتطلع بالرسمة كل واحد بقرأ بطريق ممكن اي حدا مطلق يشوف بهيد اللوحة يشوف حالة بتعبر عنه مش هناك بتلاقي فيه عادة مستويات مختلفة من التفاعل مع العمل التشكيلي فيه ناس بتحب فيه ناس ما بتحب فيه ناس بيعنيله فيه ناس ما بيعنيله اللي انت ما بيعجبك ممكن يعجب غيرك اللي ما بيعجب غيرك ممكن انت يعجب فهي هالحالة من التفوت هي حالة تعبيرية سليمية اللي حد ما ادي العمل اللي عم تقدموه او الفاني اللي عم تقدموه ادي بيعكس عن شخصيتكم ايه كتير حسب الوضوع وحسب طبعا تعفين احنا الفانين كمانا وقتا بيمرق بمراحل امرار ممكن بتبقى فرحة امرار بتبقى يمكن هيك كئيبة او شي يمكن بيجينا مثل هيك بوقت معين انا هيك صار معي بلوحة فيه شي عبرت عننا وفيه شي عن جد حسات كل احسات حطيت كل احسات شو هي اللي عبرت عنه هيدا بالمعرض اللي صار بالأونسكو هلنا نحكي عنه هيدا باليوم الوطن الفاني التشكيلي عن جد هيدا هيدا اللوحة عملتها من قلبي اللي هي كانت القوة المجهولة حسات حطيت كل احساسة كل شعورة بهاللوحة هيدا لوحة شو كانت عبرنا لوحة كانت بتقت هي عبارة عن ثلاث وجوه ثلاث وجوه اللي هني مش معروفين مين ومن تحت محطوط عدة اشخاص عم بتساعد بعضا هلأ انا مثلا بشوفها مثل اشخاص يمكن تعانطك بدهرك او اشخاص يمكن انا هيك شفتها اشخاص انت طلبت المساعدة ما لقيت حدا انه قدامك يعني الشي من خلال انه انا شو حسات عرفت وهيدي الشي من خلال هاللوحة هيدا عطتني او هالمرحلة هيدا بتعطيك القوة ان كيف ديك تكفي حياتك او خلاص بتنتبهي من حواليك الاشخاص يعني تنتبهي منهم وبدي قول بس فاردون بده لأكيد تعرفي هو في مسألة بينقال انه كل فن يحمل نورا الى الاخر صحيح رسالة هي هي رسالة مثل ما قال استيس فؤاد ما هيك ما منقرية مثل القصيدة بس منشوفها صح صحيح شو خصصتوا للبنان من اعمال وانجازات ونجحت قدمتوا كنقابة فنانين تشكليين كلاوحات او كنشطات نشطات فنية يعني وكلاوحات هلا نحنا كجمعية الفنانين كأول جمعية للفنون تشكيلية انشئت بلبنان من سنة 57 لليوم وعلى مدى ما يقارب لاربين سنة ظلت الوحيدة على الساحة ضمت اكبر الاسماء للفنانين من الاساسا اللي اسسوا جمعية هن حتى ما قبل الرعيل الاول اول بذور الفن اللي بيانت بلبنان هالمجموعة اللي هني بينعدوا على اصابع اليد ارتقوا انه لازم يكون في عمل جميعي ينضموا تحت لوائه او تحت جناحه يجمع هالفنانين ويستمر مع الوقت لكل سنة يقدم شي جديد فأسسوا جمعية الفنانين كان اسمه جمعية اهل الفن بعدين تغير الاسم صار جمعية الفنانين اللي رسمه النحط واستمرت لحد اليوم ودائما كان عنا نشاطات بشكل سنوي كان في معرض الربيع مع وزارة التربية كان اسمه وزارة التربية والفنون الجميلة قبل وزارة الصقافة فكان في معرض سنوي يصير بأسر اونسكو تحت عنوان معرض الربيع يضم الطاقات والخريجين الجدود والطاقات الشامبية مع المخضرمين مع الفنانين الاسماء الكبيرة في هذا التنوع يعني وليحقا استمرنا بمجموعة نشاطات حتى بفترة الحرب الاهلية اللي كانت الى حد ما الجمعية ما تقدر تجتمي عن كتير اسباب وحاليا من التسعين لليوم كان عنا مجموعة نشاطات وعلى رأسها للنسخات المتتالية معرض الفجوه الارت معرض الفن البصري السنوي اللي هلأ رح نرجع إن شاء الله نطلقه مع إعادة افتتاح قاعة أسر الونسكو وفي عنا معرض الإكشبير المعرض اللي هو بقدم كل التجارب الجديدة بالفن خارج الإطار البعدين يعني خارج إطار اللوحة التقليدية أي تجربة جديدة فيها فكرة فيها إبداع فيها شيء منه مألوف للعين من قبل المشاهد بيتقدم بهذا المعرض السنوي اللي عادة بيصير كل سنتين خلينا نقول يعني كم حطة بتصير كل سنتين الفيجيوال أرت هو الأعمال الحديثي يعني وحدة من شروط القبول بمعرض الفيجيوال أرت ما يكون العمل عمره أكتر من سنتين كاني قابت فنانين كان قابت فنانين نعم كان قابت فنانين تأسس سنة 2009 على كمان على على يد الأستاذ الكبير مارون الحكيم كمان هو عضو بجمعية الفنانين قابت الفنانين اللي هي بتحمي وبتأمن شيخوخة الفنان لسندوق التعاضد يعني كمان بتعمل كمان بتعمل معارض ومحاضرات ومؤتمرات وهالأشي هذي كمان كلها ييتها بس هذي كمان هذي كتير مهمة اللي بتضمن تضمن لحقوقنا يعني لبعدان هذا الحلوة يارت غير نقابات قبل كيك عم بي نحنا بسندوق التعاضد في ثمان نقابات نقابات فنية نقابات فنية يعني الممثلين الموسيقيين المسرحيين نعم كله كله هذي الموجودين تحت منوجونة تحية كتير كبيرة لأستاذ فريد أبو سعيد اللي هو رئيس صندوق التعاضد خبرونا عن معرض الفن التشكيلي اللي صار بـ 26 شباط بأسر الأونسكو باليوم الوطن للفن التشكيلي بلبنان وبرعاية وزارة الثقافة حكونا عن مضمونه وأهدافه ورسالته الفنية نعم هو المعرض بـ 25 شباط عفوا 26 لأنها على بيعمل هذي اليوم العيد الوطن للفن التشكيلي اللي هو أول سنة بنعمل معرض بهالشكل هيدا 308 فنانين يعني كانوا مشاركين في كبار الفنانين كانوا مشاركين في كمانا من الهوات من المتخرجين والفنانين من أعضاء نقابة الفنانين وجمعية الفنانين وكمانا هيدا نهار كان تم تكريم 8 فنانين راحلين من كبار الفنانين هلا بيقولون أستاذ حافظهم أكتر منك لا أنا حافظتهم نعطي نعطي بارت بس مالش نسوين قبل ما تزعل أكسبوات بقى 8 فنانين هنم كبار الفنانين كان معرض كتير كان عن جد شهد يعني نجاح كتير كبير وكان أكيد تحت رعاية وزير السقافة اللي هو كمانا دعمنا واللي فتح لنا أبويب أصر الأونسكو اللي كان مسكر أربع سنين ورجع نفتح لأول مرة اللي نحنا نحنا هيدا بنعمل فيه هيدا المعرض بهالكبر هيدا وبهالقوة إذا بدك تقولي بها النجاح بدأ نقوله كمان أستاذ فؤاد حضرتها لسيدة ريمة عم تقول أنه كرمته راحلين فنانين كبار وحقيقة بهذا المعرض في عدة ميزات وخصائص لا عم تشوف نحنا الصور كنا عم يمرؤوا على الهوى في عدة ميزات وخصائص أول أول ميزة خلينا نقول أنه لسنة وزارة الثقافية قررت الاحتفال بها ده النهار كيوم وطني للفن التشكيلي على قد ما منعاني نحنا من التهميش كفنانين تشكيليين بالأخص وقد ده بيطعب الفنان لا يقدر يوصل إنتاجه للجمهور بقى حبة الوزارة السنة عيدنا وتحتفل بهذا العيد بيتعاون مع نئابة الفنانين وجمعية الفنانين اللي هو بعتقد هذا أول معرض بيشمل أو بيتضامنه فيه الجهتان الأساسيتان الممثلتين للفن مع احترامنا لكل جمعيات الموجودة بهذا جهد المشترك اللي أثمر معرض رائع جدا الأسماء المكرمة البعض منهم رحل مؤخرا وحديثا جدا يعني بالألفين واثنين وعشرين ببداية السنة معظمهم رحلوا خلال ثلاث سنوات اللي مضو الأسباب متعددة حالات كورونا أو حالات مرضية طبيعية لكن ما تسلط الضوء عليهم خلال هالفترة ولا تركز على رحيل لناس تعرف فيهم بالأخص بسبب حالات الإقفال وجائحة كورونا الموجودة يعني عم نحكي مثلا مثل الفنان الكبير السيد محمد الدورة مثل السيد عبد الحميد بعلبكي السيد محمد غالي دكتور الياس دي اللي كان رئيس سبق جامعة الفنانين عندك أستاذ وجيه نحلي الغني عن التعريف عن نحكي عن أسماء كبيرة صح من كبار الأسماء الأستاذ الكبير اللي تلمز على أيده عدد كبير من الفنانين الحاليين الموجودين على الساحة اللي هو استاذ هروا الترسيان هذه الأسماء هني من المؤسسين من أساذة الجامعات من الفنانين اللي خرجوا طلاب وخرجوا فنانين لاحقا وصاروا من الأسماء اللامعة على الساحة الفنية علموا بمعاهد الفنون وبالجامعات ومن المؤسسين مثلا السيد عبد الحميد بعلبكي كان رئيس السابق لجامعات الفنانين كمان خلال فترة مقبل الحرب أو ببداية الحرب هيدو الأشخاص اللي ما أخدوا حقهم على الساحة الفنية لحد ما خاصة وقت الاستاذ بيلته شوي بالتعليم أو بياخد التعليم معظم وقته بصير انتاجه الفن الخاص قليل إلى حد ما هيدو الالتفات نحنا عادة كجمعية فنانين كنا نعملها بمعظم معرضنا نكرم مجموعة من الفنانين أسمان أو أربع أسماء وطبعا نحنا يفضل بالنسبة لأنه يتم تكريم الفنان وهو حي وطيب صحيح كان جاي قللك لكن لأسف سيئا لكن بمطارح كتير ما بتسمح لك الظروف ولا المشاطات اللي بنكون عاملينا مثلا لأنه نحنا من سنة الالفان وستهاش كان آخر معرض من عمله بأصل أونسكو بعد منا فات بمرحلة الترميم وإعادة التأهيل واستمرت ما يقارب ثلاث سنوات إجت جائحة كورونا سنتين ما يقارب الخمس سنوات ما نعمل أي نشاط بأصل أونسكو ونحنا عادة النشاطاتنا بدأ أماكن كبيرة بدأ مطارح ضخمة لحتى لتساعة الأعمال مثل ما اتفضل زميلتنا 308 أعمال طبعا بتمني وإسرار من معالي الوزير القاضي محمد وسام المرتضى أنه أصر علينا أنه ما حدا ينرفض ما حدا قدم للمشاركة بهذا المعرض إلا يتم قبوله شو ما كان المستوى إن كان هاوي إن كان مبتدئ إن كان بأي شو ما كان لأنه حبي أنه يكون هذا يوم وطني عيد وطني يترك بسمة على كل حدا نحب يشارك بعيدا نهار ولو نفتح المجال ما كنا أكيد وقفنا عند 308 أعمال كنا فتنا فوق 500 عمل لأنه بعد هالفترة الطويلة من القطاع عن النشاطات حسنا في تعطش حقيقة للمشاركة بنشاط ضخم مثل هذا وخاصة بقاعات أصله الناس كل الناس تعودت عليها يعطيكم ألف عافية هوني بدأ أطلب منكم كلمة أو رسالة اللي بتحب تواصلوها عبر شارتنا أنه قدي لازم ندعم الفن والمواهي بمنطورها لجيل جديد لشبابنا من خلال نشر السقافة الفن بالمعاهد والمدارس والمحاضرات والمناهج والمعارض وعبر كافة وسائل الإعلام أكيد بتعرفي هذا سؤال كتير مهم بتشكرك على لده بدي قلي أنا بناشد عبر شاشتكن وزير التربية عن جد لازم لازم أنه يفعلوا أكتر الرسم والموسيقى وحتى الرياضة ما يخدوها أنه هيك لأنه نحن اختصاصات خمس سنين مثل أي مادة مثل أي أختصاص تاني عم نعملوا يعني هاي دي المادة تبعيتنا مثل أي أختصاص تاني عم نتخصص فيها عم بيكون مهمش مش مثل باقي المواد ليش أنه برا بديوا عندهم سقافة أكتر ليش نحنا ما بيكون عندنا هالسقافة تنفتح أكتر أبواب مثل متاحف معارض أكتر الحمد لله هالسنة صار في كتير مثل معارض كمان الفنانين عم بينزلوا هلأ على الساحات يعني أنه أكتر هذا كتير مهم هذا نحنا اللي منطلب أنه كمان من وزير التربية وزير السقافة يعني موجود له تحية كتير كبيرة معالي الوزير محمد المرتضى القادم محمد المرتضى عن جد قديش عم بيكون وقف حدنا حد النقابة حد جمعية الفنانين حد الأشخاص اللي عنده مواهب وبدأ حدا يساعدها لتبين هيدا والله كتير عن جد عم بيكون هيك عم يدعمنا يعني معنويا بتحسي هيدا بيكفينا يعني صحيح نعم فضل لأنا عادة وقت الحدا بيستخف شوي بموضوع الفن لأنه دائما حصة الفنون أو الأكتيفة التاسرة حصة الفراغ معنى أنا برأي أكتر شي بينبسط فيها الطالب لأنه بيطلع من جو الزمود اللي بيكون عايشوا ببقية المواد بالنسبة لأنها وسان كليت الفنون والعمارة لأنه العمارة فان وقتل منذر استريخ الفان منذر استريخ العمارة صحيح ما بينفصلوا عن بعضهم كمهندس معميري إذا يمكن أخطأت بدراسة معينة بمطرحة معينة ممكن توقع بنائية ممكن يوقع جسر لأنه بالنسبة لإلي بالفنون التشكيلية إذا بتخطئ بتوقع حضارة صح لأنه إذا بنشوف نحن من كل الحضارات السابقة اللي وصلت لنا شو وصل لنا وصل الفن كل شي وصلنا وصل الفن إن كان فن عمارة ولا فن تصوير جداري ولا نحت كل شي وصلنا هو فن هاي دي رسالة الفن هو الشي اللي دي بقى من الحضارات نحن شو بدنا هوية البلد هوية البلد هوية الحضارة هوية الشعب المجتمع طريقة حياته القصص المصورة الكتابات المسمارية الكتابات الجدارية كلها فنون سواء كان قصد يكون إلا إنه يعملها كفن أو لا لكن التصويرات الجدارية الموجودة على جدران الأهرامات بمصر من أجمل الأعمال الفنية بالعالم بوابة بابل الموجودة بالمتحف بلندن من أجمل الأعمال الفنية بالعالم لحد اليوم الفن هو الأثر الجميل اللي بيبقى عبر الشعوب واللي بيعرف عن حضرتنا فنحنا شو بدنا نترك للأجيال اللي القادمة هذا اللي لازم نبحثه من بداية وقت اللي بنأسس الطفل أو الولد أو الطالب بالمدرسة نعطيها الوسيلة التعبيرية وهو بعدين السبطري سحيح سريعاً لبنان عم يمرق بوضع مأساوي كتير صعب وكتير كئيب إذا عطيتكن لوحة بيضة شو أول شي بترسمي يا سيدة ريمة شو أول شي بترسمي عم ينزوف لا مش عم ينزوف بالعكس العلم اللبناني اللي هو بيرمز وحيضلو مرفوع لأنه نحنا بنضلنا كأيد وحدة كلبنانية نضلنا أنه إيجابية بالحياة مع كل هالظروف هايدي اللي نحنا مكتئبين فيه عم نمرق فيه العلم اللبناني يضلو بس مش حس علم اللبنان أكيد بترمز كمانا أنه كمانا ناس ناس اللي هي بدأ تكون أنه أوكي صرخة إذا بديك تقولي أو فرحة أو أنه اللي بديكي أنه هايدي بس أنه هايدي أنه العلم بدأ يكون بالصدر تعطينا أمل أستيس فؤاد شو بترسمي أنا ما بقدر غير تعبر عن الوضع ما بقدر غير مجسد حالة الواقع الموجودة اليوم ولو بانفعال شو ما قولت ترسم مثلا شي أسود شي ضبابة لا لا أبدا ما بستخدم كتير الأسود بشغلي لكن أنا عادة بلجأ للرموز بستخدم كتير رموز بشغلي لتقدر وصل من خلال رسالة بس أنا بالنسبة للي عندي كل عملية هدم في عدد بناء من وراها أحيانا كتير بيضطر الواحد يهدم ليرجع يبني أنا بكتير بهدم بلا وحده وبرجع ببني حلو حمدت شو نشاطاتكم عندكم أي نشاط قادم أو مشاريع قادمة بيكاني قابط فناني أو كجمعية هلأ كنا قابط أكيد في في هلأ عم نحضر هلأ كمان لكونفرانس يعني مثل محاضرة محاضرة يعني هيكا هتكون أنه قريبا دايما في أشعة فيه هيكا جديد يعني عم بيكون هلأ وكيد حنقر عنا كيد وكجمعية نحن كجمعية مثل عادتنا إن شاء الله رح نرجع نطلق معرض البيج والأرت والإكشبر مونت الأرت كمحطتين أساسيتين تميزنا فيهن عبر سنوات وفي عنا مجموعة أنشطة أو معارض فردية وندوات بتصير بقاعة الجمعية بمقار الجمعية على ذردان كمان رح نرجع نفعلون في عنا محطة سنوية أطلقناها مقابل جائحة كورونا بالألفين وتساطاش اسمها مسارات إبداعية اللي هي بتسلط الضوء على مجموعة من الفنانين ما رأوا بحقها بوحدة معينة يعني من ذات الأعمار أو من ذات العمر الفني خلينا نقول اللي هي بتعتبر أجيال متعاقبة ببلشنا بجيل المؤسسين والرعيل خلينا نقول مش الرعيل الأول لكن المؤسسين لجمعية الفنانين وعن نطلع فيهم بمسارات إبداعية واحد اثنين ثلاثين بهالشكل هيدا بقاعد جمعية الفنانين وإن شاء الله بنعلن عنهم قريبا تحب تقولوا شي أنا تحب حدا يقول شي بعض أنا بدي أوشي أتشكركم ولا أستضافتنا أستضافتكم لنا للضوء على هالفن بالإجمال يعني وعلى نقابة الفنانين وجمعية الفنانين أكيد أنا باسم النقيب دكتور نزار ظاهر والأعضاء نعم والأعضاء والمجلس الإدارة لحتى كمان أستاذ مشار رح هنا رئيس جمعية الفنانين وأعضاء كمان الجمعية الفنانين من وجههم تحيي كتير كبيرة والقاضي الوزير القاضي محمد المرتضى ورئيس صندوق التعادد فريق أبو سعيد فريد أبو سعيد وأيضا نقابة الموسقيين من وجههم تحييي كان كمان عندهم كمان في شغل كان يعني معنا وقت الافتتاح كان عن بيداء على السكسوفون أستاذ الياس عيران من وجههم تحيي كتابة كبيرة كتير كبيرة أنا بتشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق والاستمرارية والازدهار لكم ولني قابط الفنانين التشكيليين اللبنانيين ولا جمعية الفنانين للرسم والنحط كلمة لتوصلوا للفن اللبناني يحلق مثل الطر الفنائي حول العالم شكرا لكم يعطيكم العافظ عافية مشاهدينا ونرجع لكم على الموعد